بخلصة دخل سارق الخزائن دون أن ترصده عيونهم فرصدته كاميرا المراقبة عامل بنغلاديشي سرق الأموال التي في الخزنة من معرض للسيارات يعمل به في بغداد سرق الأموال التي تقدر بالملايين ثم لاذ بالفرار وتفصيلة الحادثة يرويها صاحب المعرض أدي عامل بنغلاديشي يشتغل بالمعرض يقصد السيارات لقى مفاتح القاصة بالسيارة مالتخوي أخذها خلاب جيبة يجي هنا شاف محدة كوي بحجة يشرب شاي دخل بالمكتب لقى فارغ فتح القاصة يكون مبلغ مالي عراقي بالقاصة كله أخذه وطلع وردك كتين دورنا عليه ملقينا مع العلم رجع المفتاح للسيارة ظن أبو سجاد أن العامل البنغلاديشي هرب من ضغط العمل ولم يتوقع أنه السارق لكن تصوير الكاميرا كشف ملابسات الجريمة وبعد إبلاغ السلطات تم إلقاء القبض عليه كما يقول أبو سجاد الذي انخدع بكذبة أفضلية العامل البنغلاديشي والله عالمي يعني شيء لك عليهم يجون بدور المسكين والفقير وهيش وتتعاطفوا وهم أصلهم كله شراتهم كله عاوج باوج وخلال ساعات تقريبا سس ساعات أو سبع ساعات نشكر الدولة الجهائية للأجهزة الإمنية قامت بباجفة ولزمنا نفس اليوم لزمنا العملة الأجنبية والبنغلاديشية على وجه الخصوص عنوان للفوضة وفق حديث الناس لما شهد عن سلوك الكثير منهم نتيجة غياب التنظيم القانوني لهم وتضخم أعدادهم أمام ضعف في تحجيم تلك العمالة التي وصلت إلى مليون عامل أجنبي في قبال نسب البطالة المتفاقمة من العاصمة بغداد بدر الركاب التغيير ترجمة نانسي قنقر